سباح الخير نتمنى ان شاء الله تكونوا كم بخير و تكونوا في صحة جيدا يا رب اليوم سوف نفعل كيكات من اروع ما يكون جيب زفنينة الشكل تحكي ما راكو تشوفوا راقي و خفيفة و مشربة نجوزوا المقادر لمقادر مضبوطة اي واحدة مبتدئة تنجح فيها عندي رشة الملح مغرفة كبيرة على كاكاو مغرفة كبيرة على الخل لفاني نسم مغرفة كبيرة على لفاني و عندي كيلة الى ربع تح السكر كيلة تح البيت و نص كيلة تح الزيت نص كيلة تح الحليب و زوج كيلة تح الفارينة ولا علي يخشي مكبين سوغل كيلة اللي نكيلوا بها البيت نكيلوا بها جميع المقادر هكا بش ديكم سهلة بلا ميزان بلا والو نحط البيت التاعي يكون بدرجة حرارة المطبخ بش هكدا تنجحنا الكيكا و السكر كيما كو تشوفو يكون السكر كريستاليزي من بعد نحط رشة على الملح اللي رشة على الملح لازم تكون بش هكدا تساعدنا بش يطلع عنا الكيكا تطلع عنا تمتم و المادا قتاح يجي بنين ما ننساوش نحطها هذي كلافاني بش تنقص نريحاتها على البيت و نضربه بالفوي ولا يعني بالبيتخاء ولا الباطرنتي وش عندك هنا يكيد ضعف الحجم تاعوزوك مرات كان عندي واحدة سبعة دقائق و انا نضرب فيه هنا يراني نرمي في الزيت تدريجيا بعد ما نكمل كم نرمي هذك الزيت نرمي الحليب غير بالعقل حتى نضرب القاومة على البيت اللي كنا طلعناها و ما تنساوش الى سييدو هذي الوصفة معليكم غدت نضاموا في القغوة بتاعي اللي حنخليه لكم في صندوق الوصفة بش تكون نتيجة يعني بش تكون نتيجة قدام كامل مشتركة شوفوا القاومة على الخالد كيفش يجي شوية خفيف ما يجيش كيمالها جنواز حتى يتشرب الناب بكل سهولة و نتحصلوا على نتيجة مليحة ارمية الكيلالولة على الفارينة مع المغرفة كبيرة على الكاكاو و نحن يفضل يكون الكاكاو البني يعني هذك الكلاغ يطلق المرورية و ندرنا من هذا نديره مغرفة تكون ماشي مع مرع بصدر و نقعد نخلط غير من تحت الفوق من تحت الفوق بش ما يهبط ليش هذك البيت و في هذ المرحلة نضيف الوزن التحي يكون سبعة غران يعني نخلط غير من تحت الفوق و انذ كاك كملت هذك يعني الزوج كيلة كامل تاع فارينة نرمي لعلي في غتاعي على هاد الشكل اهنا يا هذ المرحلة وله هذ الخطوة مهمة لازم كين بدوا ندخلوا في الفارينة ندخلوها غير بالعقل بش هكين تحصلوا على نتيجة اللي رأنا حبيناه كين نشوف الفارينة كامل دخلت نزيد هذك المغير فتع للخل الدور للخل هنا هي رح يساعدنا بجي بزاف خفيفة و جي تاني يعني جي خفيفة بزاف في البنة تاكلوها تمتم اهنا يا دهنت الملتاعي بورق الزبدة و اضطلو الأطاف تاعو دهنتهم بالزبدة و نحط كامل الخليطة تاعي و الفرن يكون شاعل عالمية و 70 درجة يعني نانمة وسطة كي طيب لي من تحتها نشعل عليها من فوقها كيفاش نعرف بالليتاب ندخل الموث اذا شتو خرجينها شفت نعرف بالليتاب و نشعل عليها من فوقها و ما ننسوش نمسحو المول تاعنا باش هكده ما يتحرقناش مع هدك الخليط اللي كان ساح فوقه بالنسبة لشونتيه و لطبقة تانية كاس اللي ربع بتاع ما يكون بارد و مغير فهه صغيرة تاع باتاغوم بتاع البستاش هدي الباتاغوم ستعطينا اللون وتعطينا بالنفيه نفس الوقت يعني نجي بساف هاله احنا هيك نبدو نخلطو بالباتر ما لازمش تمتم نشعلوه لازم نخلطوها بالعقل من بعد كي نشوفوا الاشانتيه مع هدك الكولوران و دخلت كامل نشعلو الباتر بتاعنا و نقعد نضرب فيه حوالي خمس دقائق حتى نشوف القاوة متاع شانتيه تاعي طلعلي و احنا يوجد الكيكة تاعي شوفوا كيفاش خرجت جت بزاف هاله شوفوا الطريقة هدي اس تس باش نخرج الكيكة بكل سهوله نحطوه كاس و نحطوه للكيكة تاعنا و يخرجنا تم تم تسوكتولي عندها هدا المول اللي يكون يتفتح من تحتها احنا نرفضها غير بالعقل بس كاي سخونه و تكون سخونه تكون شوية فخاجل من بعد نقلبها و نحلها كامل هدك بابي كويسون هكا بش تتنفس و تبردلي تم تم بس كاينا ما عنديش الوقت يعني حنديرها معاكم بتاع تم تم احنا ايه اذا عندكم ورق الفيلم او لما عندكمش ديروا بابي كويسون و نشربها بالحليب هاد الكيكة يديروها بزاف الاتراك اذا حبيتوا ما تشربوهاش بالحليب سوختولي يحب حاجه بزاف حلوه بس كادي ما تجيش بزاف حلوه شربوها بالسيرو السيرو يكون زوج كيسان تاع سكر و كاس تعل ما و نخلوهن يغلو خمس دقائق و نشربو بهم الكيكات احنا ايه بعد ما خليتها بعد ما بردت و بعد شربتها بالحليب و بعد ذات خليتها تبرد مليه لتماء باش نحط الطبقات على شانتيه هكذا ما رحاش كامل الدوب لنا هديك لشانتيه و دوكا جينا اللي غلاساج عندي شوكولا ميتها بتاع شوكولا زيت لها مغير فا و نخليهم على بماغي حتى الدوب لنا كامل من بعد تبرد توليده فيها باش التما نقدرون نديكوري و اذا كانت عندك مغير فا يعني تعليك خانفخش تقضي تزيدي مغير فا تكون كبيرة تعليك خانفخش هكا رح تساعدنا باش طبقة هديك تجينا طرية و تجينا ملسا في نفس الوقت بعد ما خليت لكي كتاعي برد تمليح في الفخيجي داخ كما كتفوت و كجبتها و نسيين نحلها هدك برق الزبدة و نفتحها على هذا الشكل يعني ندير معاكم خطوة بخطوة باش هكا تكون نتيجة مردية كي تسيوها على هذا الشكل نقي كامل هدوك الاطراف و ما ننساش نوجهته هي الاميرة الزوجي و الام اشرف اللي قتل الدكري اسم ابني اشرف هكا باش ما تزعفوش مني حبيت نقول لكم تسمحولي لما نذكرش الاسمي بيس كننسا انا ما ننساكمش كي تعلقولي نعرفكم واحدة باحدة بس حكي تقولولي الدكري اسمي سوختو كي نكون هكذا مع المونتاج ننسى عندي مية حاجة في راسي و كيما ذكره هي واقلها هي قريب تنشتح الليل سافي ننسي كيفاش نمونتي هدي الافيديو و نطلقها لكم و غضوة صبح يعني تخمامي كامل يكون غير كيفاش نطلق لكم هدي الافيديو والله ما يكون عقلهن زعمة فنتكول الاسامي ما نحبكم كامل ولا غير واحدة بواحدة ما ننساكمش و نشكركم كامل على التعليق تاعكم اللي تخلوها لي و نقولكم ان شاء الله ربي يفرحكم كيما كوت فرحوني و دوكاتاني تفكرت واحد المشتري يكاو اسمها مانال اللي راهي دايما تكتب الوصفة التوعية و تحطون في القغوب و نقولها يعطيك السحا و ربي يفرحك و ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى شوفوا هنا يا كيفاش يعني الموس يدخل بكل سهولة هنا ما رانيش مزربة على فيديو يعني تجيكم خفيفة وطرية بل بزاف و انا اليوم ما قلت لكم مش كي كوت حبة ما كوت حبتها تجيني علي اجتني عليها كيفية انا نغمال ما ندير زوج حبة بيت درد ثلاثة مي معليش المرة اللي جايها نغمال ما هي تجي هدي الطبقة تجي شوية هبطة مش هكا تجي يعني تجي شب على هكذا من هكا تجي الثاني مليحة هدا هو القاوة متاحة شوفوا كيفاش جات خفيفة شاهدكم في الجناح حبيباتي ما تنسوش الى سيتوها وعجبتكم بارتاجوها في الجغوب بتاعي اللي حنخليهولكم في صندوق الوسك ما بقى ليغين قلكم وحبكم في الله بقوا على خير وتهلو في رواحتيكم وشاهدكم في الجناح اللي ما تحب تشربها بالحليب تشربها بالسيغو حاططيكم نتيجة بزاف حيلة ما بقى ليغين قلكم بقوا على خير وتهلو في رواحتيكم ولا فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة